السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله وكادكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله قرأتنا جديدة حصرية على كناتنا الفترة دي تعبانين حرفيا ويهي عندهم اكتر من حاجة تعباهم ويأخذ كل المجود بتاعتهم القراءة عامة ومفتوحة وبإذن الله ينلك يا برج الميزان الطاقة الإيجابية الفنجان عبارة عن رموز وإحنا بنفسره مع بعض وبنقول ده رمزك كذا وده رمزك كذا وإن شاء الله زي ما قلت لك دي زعلان فعشان كده الفنجان بتاعك هيطلع لك بالصلح وفضل ربنا هيطلع لك بالرضى التامة لحياتك وهيبعد عنك كل الأزى وكل الضغوط اللي انت حرفيا بتمر بيها فكل اللي مطلوب منك ان انت تصلي على الحبيب وتضغط لايك للفيديو وتسمع الكراءة بتاعتك شوف مع بعض بسم الله اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد طيب انتوا شايفين ولا ايه شايفين كراءتكم النهاردة عاملة زي بسم الله منقول اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد الفترة دي فترة لغبطة في أمورك المادية بس في نفس الوقت عندك بداية جديدة بداية جديدة على جميع الأوضاع اللي انت حاليا بتمر بيها أو بمعنى صح على جميع الأوضاع اللي بالك مشغول بيها هيكون عندك حضور مناسبة والطاقة بتاعتك هتبقى فيها طاقة جديدة أو هيبقى فيها يعني تجديد حلو جدا عايز اقولك كمان ان انت عندك حضور مناسبة أو هيبقى فيه لقاء عندك حلو هيبقى فيه مؤامرة حلوة ليك انت اجتماع حلو برضو انت عندك في الوضع المهني في كمة التوفيق أو في كمة القصد هار بس في الوضع العاطفي فيه تقلب بينكم وبين الشريك لو كان عندك الشريك من أبراغ نارية فالشريك عنده طرف تاني فيه حياته كمان انت عندك عين بترقبكم العين اللي بترقبكم دي انتو حرفيا بتتجاهلوها بس فيه شخص مركز معاكم جدا من بعيد لبعيد فيه حد هيجي لكم وهيزوركم في زيارة هتكون مش يعني زيارة كده هتكون يعني الوضع بتاعكم اي نعم مت لغبط شوية بس هتكون فيه زيارة حلوة والزيارة دي انتو هتكونوا مبسوطين بها جدا هيبقى فيه مفاجأة لحد من أهلكم أو لحد بيتكم هيزوركم زي ما قلت لكم الله أعلم البعض منكم هنا داخل في مشروع والمشروع ده هيكون مشروع عمل أو هيكون موضوع مشروع ازدهار لنفسك طاقة الحسد طاقة الحسد دي مأثرة على نفسيتك جدا ومأثرة عليك في خمول وكسل وتعب طول اليوم أغلبت وقتك كده متدايق ومخنوق رغم ان انت محب للحياة جدا وحياتك بسيطة ودايما متواضع وبتمشي بما يرضي الله بس عندك شوية أمور معاكسة معاك كمان عندك أشخاص مقربين منك منهم لله دايما بيئزوا فيك ودايما بيغضروا بيك يعني دايما بياخدوا من الطاقة بتاعتك أقرب الناس ليك هم اللي أزيونك في حياتك فانت حاولوا على قد ما تقدروا تستقروا وتبعدوا عن أي ناس منفقة عندكم علشان خاطر هم بيلعبوا أدوار يعني مش لطيفة خالص اتجاهكم كمان أنتوا الفترة دي عندكم ممكن يكون أوراق ليكم بتجاهزوها لوظيفة أو لشغل أو لحاجة جديدة عندكم صديق زعلان هيبقى فيه صلح بينكم وهتحاولوا أن أنتوا يعني تشوفوا الشخص أو الحد اللي دخل ما بينكم فتنة أو اللي دخل ما بينكم كلام باطل وإنتوا صدقتوا فياريت ما تصدقوش أي حد البعض منكم مش مرتاح في أرض بيته أبدا طول الوقت خوف خايفين من فراء حد أو أنتوا بتحبوا حد زيادة عن اللي زون فخايفين أن هو في يوم من الأيام يفرقكم أو يبعد عنكم الله أعلم بس أنتوا عندكم طاقة خوف رهيبة فيه عملية أو فيه حاجة أنتوا عايزين تعملوها أو عندكم أطفال أو حد عندكم عايز يعمل عملية العملية دي تخص أطفال يعني لإما طفلة هيعمل عملية لإما أنتوا هتعملوا عملية عشان حمل الله أعلم بس فيه عندكم أطفال كلام بخصوص أطفال في حياتكم فيه طريق طويل الطريق الطريق الطويل ده مفتوح قدامكم أنتوا هتدخله فيه وهتوقع وهتتمضع توقيع العقد بتاعه إذا كانت شغل أو إذا كانت شراكة مع حد المهم أن العقد ده هيكون حلو جدا وهيديكم دفعة لقدام ومع الأيام اللي جاية هتبدأ الأمور عندكم هتبدأ تتحسن وهيبدأ يبقى فيه استقرار نفسي وجسدي وهيبقى فيه كذا وضع هيتحسن عندكم ليه علشان خاطر أنتوا كرهتوا الأشخاص المزيفين اللي عندكم حاليا أنتوا الفترة دي بتعانوا من فترة صعبة من خزلان أو من حزن أو حاجات محيطة بيكم ما بقاش عندكم سقة بالنحية العاطفة خالص علشان كل الناس اللي دخلوا حياتكم في الناحية العاطفية فعلا وقعوا عليكم ظلم وملقتوش من حياتهم غير الخيانة وغير الغدرة وزي ما قلت أنتوا الفترة دي بتمروا فترة صعبة ليه علشان ما بقاش عندكم أمل في الناحية العاطفة بس الفترة اللي جاية في تبشيرة حلوة تخصكم أنتوا وتخص أولتكم وإن شاء الله بإذن الله هيكون فيه تغيير الأفضل أو بمعنى صح هيكون فيه استقرار أحسن بكتير جدا والناس اللي ظلمتكم متكلمت عليكم في حقكم كلام مش لطير ربكم في الوقت المناسب هياخد لكم حقكم فأنتوا متقلقوش الألق اللي ملازمكم ده ومسك فيكم على طول لازم ترموه وراء ظهركم ولازم تشوفوا إيه الحاجات اللي نقصاكم وتكملوها علشان أنتوا عملين تتنازلوا عن حقكم من أجل ناس أنتوا أجمل ما فيكم إيه؟ أجمل ما فيكم أن أنتوا ما بتيقاسوش أبدا حتى لو كل اللي حواليكم ضدكم مفيش حاجة اسمها أنا هقع مهما تقعوا السند ليكم هو ربنا هو اللي بيحميكم من أي حاجة وهو اللي بيخليكم تدخلوا في المراحل الجديدة كمان أنتوا عندكم نقلة من مكان لمكان عندكم خطوة جديدة خروجة جديدة من بيتكم لمكان جديد الله أعلم أو أنتوا عندكم تغيير عتبة بشكل كبير جدا والعتبة دي هتكون جميلة لحياتكم بفضل ربنا أنتوا عندكم ضحقة أو عندكم ابتسامة أو هتكونوا مبسطين جدا وبلاش تزعلوا على أي شخص خسرتوه أو على أي شخص أنتوا بتقولوا أنتوا خسرتوه وبالعكس ده ممكن يكون خسرتوه ليكم كانت مكسب بس أنتوا مش أغدين بلكم الخنقة أو الديقة أو ديقة السدر وأن أنتوا ما بتقدرواش تاخدوا نفسكم دي العيون بس اللي عليكم ما تدوش الموضوع أهمية كمان أنتوا الفترة دي في زواج عندكم هيتم على خير بإذن الله أو فيه اكتمال لموضوع جديد الله أعلم بس فعلا فيه اكتمال عندكم فرحة وتفاوم أنتوا مسكين المفتاح المفتاح ده بيدل على لإما مفتاح شقة لإما مفتاح حياة لإما مفتاح أن أنتوا هترموا المشاقات والألم بتاعتكم اللي في حياتكم الله أعلم بس المفتاح ده هيكون فعلا خيب والأفع اللي عندكم دي اللي بتلعب أضواء مش بتاعتها خالص واللي بتحاول إن هي تأذي فيكم أو تلعب عليكم كذا دور دي لازم أنتوا بأسرع وقت تحصنوا نفسكم منها ولازم تبصوا للحياة بالأشكال المختلفة ليه؟ علشان الأفع عمال جلدها بيتلون اتجاهكم وطول ما جلدها بيتلون دي عمالة تأذي فيكم وإنتوا مش قادرين يعني اللي هو أنتوا مش قادرين تفهموها هي عايزة منكم إيه؟ أو هي بتعمل كده ليه؟ فهي بترقبكم في نية خبيثة بس أنتوا هتعرفوها ومن بعد ما هتعرفوها مش هتصدمونتوا مش هتتوقع إن يكون دي ردة فعل الأفع بس بالفعل هتتعاملوا بشخصية جديدة وبشخصية مختلفة ويكون عندكم اختلاف حتى في الكلام من اتجاهها أو اختلاف في الكلام معها وأي حد بيحاول يأذيوكم أنتوا هتحطوه النقط على الحروف وخلاص هتبدأوا تصفح حسابتكم في أكتر من حاجة ليه؟ علشان ما بيتوش محتاجين أي نفاق يحصل في حياتكم الفترة دي والحاجة اللي أنتوا مستنين هتتم على خير بقدر المستطاع بعد عشرين يوم أو بعض حاجة معينة هتتم على خير بإذن الله إذا كان اكتمال خطوبة اكتمال فرح اكتمال سفر اكتشوفوا إيه اللي بتجهزوا أوراقه أو شوفوا إيه انتوا فيه فرحة عندكم الفترة دي هيكون فيه استقرار وهيكون فيه تغيرات حلوة انتوا مستنينها بقالكم مدة فما تقلقوش خالص ان فعلا الاكتمال ده هيفرحكم وهيبشركم بالخير البعض منكم عنده دراسة خارج البلعب البعض منكم هيطلع يدرس في مكان تاني البعض منكم شاغل باله بدراسة فعما مصر ان هو يقف على رجله أو مصر ان هو يحسن الدراسة بتاعته من حاجة لحاجة الله أعلم بس انتوا بالفعل فيه تغيرات عندكم انتوا محتاجينها وشغلين عليها فما تقوعوا مهما يكون أو مهما يحصل تتخلوا عن حاجتكم كمان انتوا بلاش تنشيف الدماغ وبلاش لعند مع الناس اللي انتوا بتحبوهم علشان انتوا اللي بتزعلوا يعني بلاش ان انتوا تعندوا زيادة عن اللزوم حاولوا كده يكون تهدوا اللعب شوية حاولوا هقولكم كمان ما تجوش على نفسكم من أجل الآخرين فيه ناس بتحسد فيكم وبتتكلم عليكم بس انتوا علشان تتجنبوا الناس دي ما تدهمش اهتمام خالص ولا حتى تعبروهم ولا حتى تبينوهم ان انتوا الموضوع فارق معاكم عندكم رقم اتنين رقم اتنين ده بيدل على طيبة قلبكم وعلى الانفراغات اللي على جميع القصعد في حياتكم انتوا عندكم تغيرات ايجابية باذن الله وطاقة حلوة جدا شوفوا انتوا مستنين ايه فيه حد عايز يتواصل معاكم بخصوص اعجاب او بخصوص حب عايز يتكلم معاكم بس حرفيا خايف من ردة الفعل ليه خايف من ردة الفعل عشان خايف ان انتوا ردة فعلكم تكون غريبة ردة فعلكم يكون فيها يعني حاجة ومش فهمة عايزكم كمان تاخدوا بالكم بقى من نفسكم شوية وترجعوا تهدموا بنفسكم وتهتموا بملابسكم باناكتكم ترجعوا تهتموا بنفسكم زي الاول ما تهملوش مهما يكون في نفسكم علشان العيون عليكم كمان في حاجة هتتم هتكون بعد تعب سنين او بعد فترة كبيرة جدا من العذاب هتتم لكم على خير باذن الله هتكونوا مبسطين بها جدا عندكم اكتر من سؤال مش لقيين له اجابة كمان ممكن تكون انتوا في حاجة حاسين ان انتوا تايين حاسين ان انتوا حيرانين في حاجة انتوا مش فاهمين الشريك حرفيا انتوا مش فاهمين الشريك ولا عارفين تفهموه متحملين بفوق الطاقة بتاعتكم وجايين على الشريك ولا انتوا فاهمين الشريك ولا الشريك فاهمكم في حد بيتدخل في حياتكم خدوا بالكم من الموضوع ده علشان الشخص اللي بيتدخل في حياتكم ده نيته اتجاهكم من السليمة ولا حبيب لكم الخير بس انتوا مقاملينه ومديينه الامان بشكل رهيب جدا كمان انتوا هنا في بعض الضغوط الفترة دي انتوا يعني عندكم ضغوط في البيت او بتشتغلوا اكتر من شغلانة في مشكلة عندكم هتتحل باذن الله وهتطلعوا من الوضع السيء اللي انتوا بتمروا به كمان انتوا عندكم عقبة هتعدى على خير والعقبة دي هي الحالة النفسية اللي مؤثر عليكم اللي هي مش مستقرة بس الرزق هيلعب دور كبير جدا في حياتكم وعايزاكم تحذروا من بعض الاشخاص اللي في حياتكم اللي انتوا ماشيين معاهم وزي ما قلت ان الطريق اللي هيكون مفتوح والطويل اللي قدامكم ده هيكون صعب بس نهايته خير وحاولوا تقللوا من كتر التفكير الزايد وحاولوا ان انتوا تهدوا نفسكم شوية في بعض الاشخاص في حياتكم انتوا عندكم ارهاق وتعب وحزن ربنا باذن الله هيفك قربكم الفترة اللي جاية ليه؟ عشان هيفتح لكم باب جديد او هيفتح لكم امور جديدة في امور هتكون حلوة لكم اه زي ما قلت مولود جديد او حاجة جديدة في اكتر من حاجة هتتفتح قدامكم وهتكونوا فعلا مبسطين جدا بالامور اللي بتتفتح عندكم كمان انتوا هنا حاسين ان الماضي بتاعكم كله مؤلم بدأتوا ان انتوا خلاص تصلوا ركعتين لله وبتقولوا يا رب احنا مش عايزين نفكر في الماضي كل تركيزكم الفترة دي بدأ يكون بايجابيات عندكم فرصة والفرصة دي اذا كم تمسكوا فيها بديكم واسنانكم وتحاولوا ان انتوا تستغلوها عشان ممكن الفترة دي هتكون مفترة لتحديد المصير بتاعكم تحديد مصيركم مفتوح قدامكم وهيتفتح قدامكم اكتر من باب وكل الادلة اللي عندكم هتديكم معظمها طاقة ايجابية وهتديكم استقرار نفسي كمان في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليكم لاما هيعترف لكم بالحب لاما هي تقوية في علاقة تقوية في صداقة الله اعلم بس هيفتح معكم اكتر من الموضوع وهتكونوا مبسطين جدا بيه دايما نقول ان انتوا بتدوروا على الحب والحنان وبتدوروا على الاستقرار العاطفي بس عايزاكم تاخدوا بالكم من الشخص اللي عام الحبيب اللي هو بيأذي فيكم وانتوا مديين له الامان فيه ايه عندكم واحدة ست بيضة الست دي حلوة ملامحة صغيرة دايما حطاكم في بالها ودايما بتتكلم عليكم بكل الطرق بتتكلم عليكم يعني هي حطاكم في بالها وغيرانة منكم يعني هي مش حطاكم في بالها بس لا ده هي كمان غيرانة منكم وبتسألوها يعني انتو عايزين تسألوها طب انت غيرانا مننا ليه يعني هو فيه ايه ايه ما حصل انتو مش يعني فيه وفيه حاجة غلط انتو مش عارفينها دايما نقول لكم ان العيون مش سايباكم في حالكم العيون هي اللي مقصرة عليكم في الحسد الشديد ده وهي اللي مخليه يصدركم بيدي طيب انتو فيه حاجة كتمنها ومش عارفين تبوح عنها او تتكلموا عنها والحاجة اللي كانت منها دي مسببا لكم حزن دايما نقروا مهمومكم على ربنا وتأكدوا انه في الوقت المناسب ربنا هيجيب لكم حقكم كمان انتو هنا بتفكروا تسمحوا وتنسوا ناس ظلمتكم بس مش عارفين علشان خاطر الناس اللي ظلمتكم دي لعبة لعب كبيرة جدا في حياتكم وعرفت فعلا تستغلكم بكل الاوضاع الفترة اللي جاة ربنا هيجزيك خير جدا وممكن يكون فيه عودة للمفاصلين او فيه بشرة خير او مناسبة حلوة هتحصل لكم فيه كمان هنا ارتباط قوي جدا فيه رابط انتو هتبقوا مسكين وبينكم ما بين حد الفترة دي انتو يعني ممكن يكون انتو بيتعالوا من اكتر من حاجة بس الفترة دي حساسة جدا عليكم انت عندكم حساسية زايدة حساسية حساسيين جدا فيه اكتر من حاجة واخدينها واخدينها كده بحساسية اكتر من حاجة مسخر لكم كذا موضوع الله اعلم بس فعلا انتو عندكم اسئلة كتير والاسئلة دي انتو مش عارفين تاخدوا فيها اي قرار شاغلين بالكم باكتر من موضوع او بتخلصوا الطاقة بتاعتكم كلها على كذا موضوع مين الشخص اللي تخلى عنكم في يوم من الايام وانتو كنتوا بتحموه من كل الناس او بمعنى صحة فيه شخص كان عندكم انتو كنتوا مش بتحبوه انتو كنتوا بتعشقوا بالترابة اللي بيمشى عليه تخلى عنكم وخزلكم رغم ان انتو الحد الان مش فاهمين هو عمل كده ليه الفترة دي للتغيير وهيكون عندك تجديد بشكل مباشر في مستقبلك لان انت بتبني كذا بيت حاليا او بتبني كذا حاجة كمان مش عايزات لما تدخل في علاقة تغوط فيها قوي او تنزل فيها قوي بقلبي جامد لا اهدى شوي اهدوا علشان الوقت ده في مصلحتكم انتو وانتو لما بتدخلوا في علاقة ما شاء الله عليكم بتدخلوا بشكل ايجابي في حد مختلف عنكم وعشان كده انتو مضغوطين مع بعض الاشخاص وبتحاولوا في قدر المستطاع تلتزموا بحاجات النفسية بتاعتكم لكن انتو تعبين نفسكم في الطاقة اللي مسحوبة منكم رغم ان انتو ملكمش اي زنب فيها بس انتو اللي عاملين في نفسكم كده انتو اللي بتخلوا الاشخاص اللي في حياتكم يعني يديوكم كده دفع القدام وانتو مش عاجبكم الوضع عندكم رغبة ان انتو تشتغلوا ورغبة ان انتو تمسكوا العصايا من النص لكن انتو هنا تعبانين جدا ومن وقت الالتاني بتحسوا بالملل وبالقلق وما بتحسوش بتحسوا انتو مش قادرين تركزوا طيب انتو هنا بدأتو فعلا بدأتو تحسووها صح او ده الوقت المناسب للحزبان الصح اللي عندكم في هدية حلوة او مال او حاجة حاجة حلوة الحاجة دي فعلا هتخرجكم من اكتئاب وحزن ومن خزلان من اقرب الناس ليكم وظهور حد على حقيقته انتو هتكتشفوه الحد ده كان بيجيب سريتكم وغيران من نجاحكم او بيحكد عليكم انتو اللي فيكم مكفيكم وعشان كده هتحسبوه حساب عصير طيب انتو في خوف في فشل انتو خايفين من فشل حاجة او من حد الله واحلم بس انتو خايفين من حاجة فيه فرحة قادمة ليكم والفرحة دي من وراها هيكون فيه شمع وفيه ازدهار وهيبقى فيه امور هتبقى هتفتح ليكم على الخير ما شاء الله عليكم انتو عندكم اكتر من حاجة هتفرحكم بس لو فضلتم بتتكلموا بتبعبعوا كتير عن الحاجات دي مش هتتم خلوا بالكم فيه حضور مناسبة في العيلة وفيه تغيير عمل لصالح ليكم انتو بس انتو محتاجين فترة هدوه وفترة ان انتو تهدوا اعصابكم وتدوا كده راحا نفسكم فيه امر خلال كام يوم هيتم على خير لا اما حد هيعتزر لا اما اضواء هتتبدل لا اما حاجات هتتعمل عندكم الله واعلم بس حرفيا الفترة دي هتكون لصالحكم انتو وانتو اللي هتكونوا مميزين جدا بالفترة دي عشان دي فترتكم انتو انتو معروفين عنكم بالزكاء ومعروف ان انتو بتعرفوا تتعاملوا في المشكلة او تتعاملوا في الخلاف بتتعاملوا كده بشكل ايجابي وبتبدأوا بالمصالحة بتبدأوا بالتفاهم بتبدأوا ان انت تحلوا المشكلة بين الطرفين او بينكم وبين حد بتحاولوا تحلوا المشاكل ما بتحبوش السلبيات بس ده ما يمنعش ان انتو لازم تحافظوا على الطاقة بتاعتكم لان طاقتكم ومهاراتكم بسبب الخلافات دي بتقلم وبتحسوا ان في حاجة في مشكلة او في حاجة مأثرة عليكم عشان كده دايما خلوا بالكم من اي حاجة مأثرة على الوضع بتاعكم كمان انتو هنا في حد بيحب التملك في حد بيحب يملك الشخص اللي معايا في حد عنده الحب اللي هو حب الزايد والحب الزايد ده بيتعب الشريك او بيأثر على الشريك بيحس ان انتو مش واسكين في الشريك وعشان دك او عشان كده ده سبب المشاكل يعني اي نعم انتو بتحبوا الشريك حب صادق وحبه مستحيل حد يحبه كزيه بس يعني الحب الزايد والشريك مش متعود عليه بيحس ان هو تملك وفي مشاكل كتيرة جدا بتظهر في العلاقة دي وعشان كده لازم ان انتو تبعدوا عن فترة التناقض وفترة الازم انتو معروفوا عنكم ان انتو عندكم عزة نفسة عالية وعندكم حنية وطيبة وده اللي مقعكم في مشاكل حنيتكم دي مخلياكم انتو تعبنين نفسيا ومخلياكم انتو يعني بتفكروا كتير في حاجات مش عارفين التفسير بتاحها ايه وعندكم اكتر من سؤال عايزين اجابة لي لدرك ان انتو اكترحتوا على حد فلوس قلتولوا لو ادتنا اجابة للاسئلة دي احنا ممكن نعملك اللي انت عايزه حصل منكم ولا ما حصلش في علامة في اتكم العلامة دي كان سببها ايه لا اما العلامة دي انتو لحد الان مش فاهمين هي سببها ايه لا اما انتو مش قادرين تنسوا اللي كان سبب في العلامة دي كمان انتو زعلنين على نفسكم وبطلتوا تعملوا حاجات كنتوا بتعملوها حاجات كتيرة جدا بطلتوا فعلا تعملوها رغم ان انتو كنتوا متعودين على طول ان انتو تعملوا الحاجات دي ليه بقى؟ عشان حسيتوا ان الفترة دي فترة اثبات وجودكم حسيتوا ان الفترة دي لازم الوضع اللي انتو فيه تحسن بشكل كبير ما شاء الله عليكم يعني فيه فعلا ازدهار وفيه اكتمال لأكتر من حاجة كمان انتو عندكم مقابلة مع شخص مهم جدا والشخص ده هيمدي ايده لكم وهيعرض عليكم لاما منصب لاما وظيفة حلوة لاما حاجة جديدة الله اعلم وهيعجبوا جدا الشغل بتاعكم وهتلاقي كده عايزي سفركم برا عايزي خليكم تمدع عقده وتمشوا الله اعلم بس بالفعل هيكون فيه طاقة ايجابية فيه شخص بوشين شخص عندك في وشين يعني في قدامك بوش ومن وراك بوش وبيطعن فيك في ظهرك وانت مسلم له ايدك ومش ااخد بالك خد بالك من النقطة دي ومن الحتة دي والمكالمة الهاتفية اللي هتحصل عندك هيبقى فيها شرح للوضع الجديد بتاعك او هيبقى فيها شرح كده لأوضاع جديدة وهتكون مبسوط جدا بالتبشرات الحلوة اللي هتحصل لكم انت عندك دعوة والدعوة دي هتكون مستجابة بإذن الله مع نهاية الايام اللي جاية هيكون فيه انفراجات حلوة او هيبقى فيه تغيرات حلوة انت على وشأ ان انت تطلع من اي حاجة مأسرة عليك هيبقى فيه اكتساب لماديات طيب اقولك ان انت قريب جدا 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 هيبقى فيه فرحة تأخرت عنك بقالك مدة وتقلمت عشانها الفرحة دي هتتم وهتبقى رسالة ليك من عندي ربنا وهتبدأ تعيد حساباتك وتعيد الامور اللي عندك يعني هيبقى فيه تحسن على كذا وضع وهتكون مبسوط جدا وهتشكر ربنا ان ربنا هيقضي لك حاجتك وهتحصل على اللي انت صبرت عشانه بقالك مدة كبيرة بسم الله عليك يعني بسم الله ما شاء الله عليك تحقيق اهداف تحقيق حل بس ابعد عن العند والعصبية وتنشيف الدماغ او ابعدي عن الحاجات دي وحاولوا ان انتوا تستحيلوا كده بشوية وتبعدوا عن اي حد ومتسمعوش كلام حد علشان عندكم اصدقاء منفقة عندكم اشخاص مش حبة الخير لكم كمان البعض منكم عنده مشكلة هيحاول يحلها وزي ما قلت المفتاح لاما الحل مشكلة لاما الفترة دي انتوا هتطنشوا ناس كتيرة جدا وهيبقى فتح انفراجات عندكم او فتح باب جديد او حاجة جديدة الله واحلم بس فعلا حرفين ربنا هيهون عليكم الوضع اللي انتوا فيه ده وهيكرمكم من اشياء كتيرة جدا او من اكتر من حاجة هتحسن هتحسن الاوضاع بتاعتكم هتحسن الدخل بتاعكم هيبقى فيه استقرار اه ومهما الحد اللي حواليك يجيب اللوم عليك ما تديش الموضوع اهتمام علشان فعلا هم بيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يجيبوا اللوم عليك رغم ان انت ملكش اي زنب في الموضوع او ملكش اي زنب حتى في اي حاجة بس هم كل اللي سهل او كل اللي اسهل عندهم ان هم يجيبوا اللوم عليك انت وانت ما تعرفش حتى هم بيعملوا كده ليه وبلاش تكون دبش في وقت العصبية من ناحية كلامك عشان كلامك من وقت اللي التاني بيكون دبش وممكن تزعل الطرف التاني حتى لو انت كلامك حقيقي بيزعل الشخص التاني اللي في حياتك بتحب اللبس بتحب الرشاقة بتحب القناقة بتحب خفة الدم بتحب تظهر كل يوم بشكل مختلف او تظهر كل يوم بشكل مختلف واللي بيشوفك بيقول عليك يوم ايه خاطر الناس دي فعلا هي منفقة وما بيحبوش اللي احسن منه طيب انت الفترة دي بتعاني من ايه؟ بتعاني من بعض الاحلام المزعجة من بعض الحاجات اللي انت ومش عارفين تفسروها رؤية خيالات كده رؤية اشياء غريبة رؤية حاجات غريبة انتوا مش فاهمينها اصلا او في ايه بالزبط وعندكم كمادات زي ما قلت لكم بتبقى في جسمكم او ضربات قلبي سريعة حاسين ان انتوا بتعانوا من بعض الاعراض بس انتوا مش فاهمين او مش عارفين تفسرو الاعراض اللي عندكم دي ايه؟ اغلبكم كمان بيواجه حسد شديد فمش عارف برضو يعرف اذا كان ده حسد ولا سحر كزا حاجة عندكم وعندكم نفور من الشخص او نفور من البيت بدون سبب انتوا مش عارفين السبب ايه؟ انتوا كل اللي عليكم تمشوا كل اللي عليكم ان انتوا تبعيدوا كل اللي عليكم ان انتوا تخطوا اي مشكلة في حياتكم او تشوفوا يعني حاجات مختلفة وعشان كده من وقت الالتاني بتسمعوا اصوات غريبة ولا عارفين تفسروا الاسواد ايه؟ ولا عارفين حتى ايه اللي بيحصل ده وفي حاجات عندكم بتختفي وبتدوروا عليها ما بتلقيهاش او ما بتبقوش عارفين الحاجات دي راحت فين وبلاش الدموع على الفاضي وعلى المليان في حياتكم حاول ان انتوا تستحلوا بالصبر وتبعدوا عن اي تسارع او اي خطوة سريعة وبلاش العصبية الزاي ده اللي عملالكم التعب النفسي والتعب اللي مؤثر على جميع الاسعود بتاعتكم حاول ان انتوا ترجعوا لون بشرتكم علشان بشرتكم فيها حاجة غلط او حاسين انه فيها حاجة غلط ومع تكلب المزاك اللي عندكم ده طبعا حاجة مضايقاكم جدا ومخلياكم انتوا كل شوية بتسألوا نفس الاسئلة اللي بقالكم مدة بتسألوها يا هل ترى ايه اللي بيحصل يا هل ترى هو فيه ايه؟ انتوا عندكم حد واقف فوق دماغكم وعم مؤثر عليكم في اكتر من حاجة بس بفضل ربنا سبحان الله وتعالى حياتكم الفترة دي هتتحسن وهتبقوا انتوا على استعداد او على وشأ تنجحوا في النجاح اللي انتوا مستنيينه او بقالكم مدة عمالين تسعو من اجله فما تسمعوش كلام حد خالص مهما يكون مؤثر عليكم او مهما يكون صلاتكم به انتوا رأيكم دايما بيكون من دماغكم ما بتحبوش حد يدخل في حياتكم ولا حد يأثر عليكم في اي حاجة عندكم اتمنى لكم الخير والسعادة والهنى والرزق والتفاعل اتمنى لكم كل ما هو جميل ما تبخلوش علي باللايك لو الكراءة عجبتكم وتكتبو لكم منت جميل زيكم تحياتي لكم واتمنى لكم كل ما هو جميل